شكراً لكم مدينة كيوتو يسرني ويشرفني أيها السادة والسيدات أصالة عن المنظمين وأصالة عن كل الذين ساعدون في تنظيم هذه المناسبة في مدينة كيوتو مرحباً بكم في منتدى إدارة الإنترنت لـ 2023 والحالة هذه ونحن نرى تغيرات عظمى على كوكب الأرض حرينا أن نجعل من الإنترنت آلة وأداة محركة للسمود الاقتصادية وإن الإنترنت هو في قلب الحلول والمدولات التي نسعى إتمامها تقديم أدوات ابتكارية وفرص عالمية من أجل نيل حلم والإزدهار والتضامن والتعاون أيها السيدات أيها السادة بهذه الكلمات نفتتح حدثنا هذا في هذا المؤتمر السنوي الثامن عشر لمنتدى إدارة الإنترنت أنا ميسرة جلساتكم هذه وأنا أشتغل في التلفزيون كمذيعة وسعيدة جداً بالتعاون معكم هنا في القاعة الرئيسية لهذا المؤتمر إن الشرف والغبطة عظيمتان لاحتضان أكثر من 8000 مشاركاً من أكثر من 170 بلداً أو 170 ونيف من البلدان وهذا خير دليل على أهمية ما سنبري له في أعمالنا دعوني الآن أرحب بالمشاركين معنا في هذه الجلسة الأولى وأنا سعيدة بالجلوس إلى جانبهم ونبدأ بهذه الجلسة عالية المستوى الأولى لكن قبل ذلك أخبركم بأن الترجمة الفورية متوفرة في اللغات الست للأمم المتحدة إن احتجتم للمتابعة من خلال ترجمة فورية فيمكنكم استعارة أجهزة استقبال الترجمة نبدأ أيضاً بهذه الجلسة الأولى عالية المستوى في هذا العصر الرقمي من المفرغ منه أن نقول إننا نجد أنفسنا في مرحلة من زمن صارت فيه البيانات الدم الجاري في عروق الاقتصاد والمجتمعات التكنولوجية متسارعة تطور الذكاء الاستناعي إنترنت الأشياء والبلوكتشين وعمور أخلى هذه كلها من مسببات سريان الاقتصاد وجسامة البيانات ومع هذا التقدم فهناك تحديات عظمى ترافق هذا التقدم وحاجات كبرى لا يستهن بها من اللازم التطرق إليها ورفعها في أقرب أجل من أجل خلق التآزل بين أصحاب الشأن أجمعين وأهمها هو وجوب فهم الكيمويات التي تربط بين كل هذه الجوانب بيت القصيد يكمن في تدفق البيانات وتعلمون هناك عبارة دي اف تي تي التدفق الحر والآمن للبيانات هو في قلب العمل لأننا نريد أن نحفز حركة انسيابية غير مقطوعة وغير معوقة للبيانات وفي نفس الوقت حفظ أمن تلكم البيانات حتى نعي ما معنى دي اف تي تي التدفق الحر والآمن للبيانات لن تحدث أولا عن تطبيقته وتجليته وأنا سعيدة سعيدة جدا بتقديم المشاركين معنا في هذه اللجنة معالي الوزير تارو كونو وزير التحول الرقمي في اليابان ومعالي أو السيدة كورتني جرغوا وهي المسؤولة عن السلام الرقمية في مايكروسوفت والسيد تيموتي ماسيو معالي الوزير وزير الاتصالات والمعلومات والتقنولوجية من بابواجنيا الجديدة والسيدة ليونودو متوكو رئيسة شعبة الأبحاث في الذكاء الاصطناعي والاستراتيجيات في الـ Local Development Research Institute سأبدأ بطرح أسئلتي بترتيب على المشاركين في هذه اللجنة السؤال الأول في هذه اللجنة أطرحه على صاحب المعالي الوزير تارو كونو وزير تحول الرقمي لا شك من أن الدول واعية بأهمية ضمان أمن وسلامة التحويل العابر للحدود البيانات وهناك بالطبع نهوج قطرية مختلفة لتدفق وانسيابة البيانات حسب السياقات القطرية لكن قد يكون هناك قلة في الثقة بين أشركاء إذن سيدي أروازي ما الذي يمكن للـ DFTT تدفق لحرور آمن البيانات أن تقوم به لتحسين الثقة وزيادة سيابية البيانات شكرا لك أسعدتم صباحا ومرحبا بكم في مدينة كيوتو إن اقتصادنا أيها السيدات أيها أسادة هو اقتصاد مقود بالبيانات والتكنولوجية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي الانتاجي كله قائم على البيانات البيانات هي الدم الجاري لاقتصادنا لكن عندما ننظر إلى المنظر العالمي للبيانات أو إدارة البيانات فهو منظر متشتت بشكل كبير ولا أحد يعارض يعارض وجوب انسيابية البيانات في كل أنحاء العالم بدون انقطاع ولا تأخير وبشكل قابل للتكهن لكن الأمر مستحصن بالفعل لأن الناس لهم تصورات مختلفة فيما يتعلق بالخصوصية والأمن الأمر مسألة أيديولوجية ولذلك نحتاج أن نتحدث إلى الطرف الآخر حتى نفهم طريقة نظرته للأمور وهذا هو سبب صعوبة التقارب في الآراء الـDFTT التدفق الحر والآمن لبيانات هو طريقة لزيادة قابليتنا لتشغيل المتبادل فيما يتعلق بالقوانين واللوائح المعمول بها لإدارة البيانات الـDFTT تهم مسألة موثوقية ودقة البيانات فهناك كثير من البيانات المغلوطة والمغلطة تسري في الأنت ولذلك الدقة والموثوقية مسألة واجبة ثالثا نحتاج أيضا إلى مناقشة مصداقية مصدر أو مرسل البيانات وأيضا تاريخ تغير البيانات ومن أجل أن تحدث عن الخصوصية وعن الأمن وعن موثوقية البيانات حري بنا أولا أن نحل مشكلة الفجوات فالتدفق الحر والآمن للبيانات الـDFTT هو أداة تمكن صناع السياسات والجامعات والقطاع الخاص تمكنهم من التعاون لإيجاد تكنولوجية كافيلة بذلك عندنا أكثر من محفل متخصص في البيانات ولكن في الواقع الأمر تخصصي بدقة فنحن نتحدث عن استحداث ترتيبات دولية من شأنها توفير فضاء دائم وقار لمناقشة كل ما يتعلق بالبيانات ولذا فإن نحتاج إلى خلق زخم ليس فقط باتجاه صناع القرار السياسي ولكن أيضا باتجاه القطاع الخاص والجامعات لمناقشة موضوع البيانات يتعايل علينا مناقشة سياسة البيانات ولكن أيضا سياسة التكنولوجيات نحتاج إلى إدخال التكنولوجيات من أجل جعل البيانات موثوقة وقابلة للانسياب عبر الحدود نحتاج إلى خلق الزخم واستحداث الفضاء الكفلين بمناقشة وتنفيذ المشروعات اللازمة لضمان انسيابية البيانات عبر الحدود وهذا هو بيت القصيد والمطلوب من الدياف افتي نحن نأمل على إثر ما اتفقنا عليه في مجموعة السبع ومجموعة العشرين نأمل استحداث ترتيب دولي للشراكة لمناقشة موضوع البيانات وانسيابيتها العابرة للحدود مع كثير من الدول ليس فقط دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين ولكن أيضا في كل البلدان التي ترغب في الالتحق بهذا النقاش نحتاج إلى مشروع ملموس وتنفيذه لضمان تنقل البيانات عبر الحدود شكراً 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 لك معالي الوزير إن رأيك فيه كثير من التفاؤل على الرغم من أن الواجبات كثيرة أمامنا من أجل رأب الفجوات لا في المجال المؤسساتي ولا في المجال السياسي نمر الآن لصاحب المعالي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ما رأيك في هذا الكلام؟ أشكرك سيدة المرسرة صعد الله صباحكم يسرني ويشرفني الالتحق بكم أجمعين وجماعات في مدينة كيوتو البديعة وأوجه شكري الأخص لحكومة اليابان ولمعالي الوزير السيد كونو على حسن هذه البادرة وعلى مشروع الديففتي التدفق الحر والآمن للبيانات وهذا المشروع قد اقترح من طرف مجموعة السبعة وتم مناقشته في مجموعة العشرين خلال اجتماع الوزراء في مارس الأخير قمنا بذلك واليوم حان الوقت من أجل تطوير أبعد لهذه الفكرة وأتمنى أن نصل إلى ترتيب عالمي من أجل ذلك ولكن كيف نقوم بذلك؟ من أجل ذلك وأن أقتبس منك نحتاج إلى الثقة ما معنى الثقة؟ الثقة تحتاج إلى أساس والأساس هو الشراكة الثقة معناها المشاركة من طرف الجميع تعلمون أنه قبل ثلاث أسابيع في مقر الأمم المتحدة أنعقد أنعقدت قمة هدف التنمية المستدامة لماذا؟ أنعقدت أنعقدت لأننا لم نكن نملك صورة كاملة و جيدة قبل ذلك برنامج أهداف الألفية المستدامة انطلق في 2015 وبعد ثمان سنوات خمستاشر هدفا فقط في الطريق الصحيح وأكثر من ثلث الأهداف الباقية لا زال عالقا ومن بين الأهداف التي نحتاج إليها من أجل تحقيق مخطط 2030 نحتاج إلى البيانات والعالم الرقمي إذن نحتاج إلى توسيع المشاركة مشاركة أعضاء المجموعة الدولية أغلبية أعضاء الأمم المتحدة وأن لن نحد هذه المشاركة في الحكومة فقط بل نحتاج إلى إشراك العموم وأصحاب الشأن برمتهم بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المجتمع المدني القطع الخاص الجامعات المستخدمين التقنيين لأنهم هم المستخدمون في آخر المطاف أولا وآخرا وهذا هو السبيل الوحيد لإطلاق عينان هذه المبادرة شكرا نمر الآن للسيدة ليونيدا متوكو نفس سؤالي مطروح عليك يا سيدتي هل تعتقدين أن تضفق الحر والآمن للبيانات سيمكن من إنسيابية البيانات من خلال زيادة الثقة أسعد الله صباحكم آيتها السيدات أيها سادة وشكرا لك على سؤالك أولا دعيني أتأمل في بعض الأفكار التي سمعتها لتوم من من سبقني في الكلمة ومسألة المشاركة أعتقد أن الـ DFFT الذي يشترط اختلاق الثقة في انسيابة البيانات فهو يحتاج أولا وقبل كل شيء زيادة وتوسيع المشاركة وحتى لا يبقى أحد خلف الركب لنتأمل إذن في توصيات إطار الإتحد الإفريقي لسياسة البيانات هذا الإطار قد تمد من طرف الدول الأعضاء في الإتحد الإفريقي سنة الماضية هذه السياسة قد اعتمت نهجا متمركزا حول الناس لتقصب البيانات والسياسات حول ذلك ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو أننا نموضع العنصر البشري في مركز هذه النظوم الأيكولوجية وبالتالي يستطيع صنع القرار السياسي البناء على ذلك في سياستهم المبتكرة نحتاج إلى زيادة التنمية البشرية والاقتصادية وهكذا من أجل بناء الثقة في انسيابية البيانات علينا أن نبتعد عن العالم المثالي الذي يفترض من وراء هذا المفهوم وأن نبقى في إطار واقعي ألا وهو تصنيف البيانات ما نوع البيانات التي نحتاج إلى انسيابها عبر الحدود هل نحتاج إلى انسيابة حدود شخصية أو غير شخصية وما الهدف من تلك الانسيابية وكيف يمكن تنفيذ ذلك ثانيا هل تدفقات البيانات أحاذية الطرف من أجل أن تكون تدفقات البيانات موثوقة عليها أن تستطيع التنقل في كلا الاتجاهين ما بين الدول المصدرة لها والدول المستقبلة لها وأخيرا جودة البيانات هي أيضا عامل هام كما سمعناه في السابق نحتاج إلى بيانات من نوعية عالية قبلة للاستخدام من طرف القطاعات على اختلافها وهناك من استخدم هذه الفكرة فيما يسمى بالأوبن جوفنمنت بارتنشيب شراك المفتوحة للحكومات جودة البيانات العالية ستزيد من مستوى الثقة على شرط أن يكون هناك تمثيل موسع وعلى شرط أن لا يكون هناك تمييز لفئة دون أخرى شكرا شكرا لك على هذه الأفكار سيدة كورتنيغ روغوار مرحبا بكم اليابانية إن مايكروسوفت تدعم تأسير الحر البيانات نحن طبعا نشكر اليابان على قيادة هذه المبادرة الرفيعة كما قال رئيس الوزراء السابق آبي إن الانسيابية الحرة للبيانات وتقسم الأفكار والمعارف تحشد مزيدا من الانتاجية وزيادة في الابتكار وتحسينا في التنمية المستدامة إذن علينا أن نعرف ما قيمة الانسيابية الحرة للبيانات بالإضافة إلى الثقة وهذا يعود من تعريف عبارة الثقة نحن أجمعون وجمعوا جميع مستخدم البيانات ونحن مواطن العالم نريد أن يتم تأمين المعلومات الحساسة أي جعل المبادئ الأساسية في قلب عملنا عليها الخصوصية الخصوصية والسلام والأمن والشفافية نحتاج إلى حماية الخصوصية التجارية بشكل قوي حتى نضمن حماية البيانات الشخصية للجميع نحتاج إلى آليات لتأمين انسيابة المعلومات فالنهج بغير أن يكون متمركزا حول العنصر البشري حتى تزداد القيمة وتزداد الفرص نحتاج إلى قواعد واضحة لضمان النفاذ الحكومي للبيانات في آخر المطاف نعلم أن هو لا يمكن الإحسن في بناء ثقة إلا من خلال التعاون بين جميع أصحاب الشأن أي أن يتم احترام مصالح جميع هؤلاء المشاركين إذن نريد أن يمأسس السياق متعدد الأطراف واحترام المصالح على اختلافها وهكذا تبنى التقة حتى يعرف المستخدم أن الثقة سوف تبقى وأن قيمة ستحشد من خلال ذلك العمل نحتاج إلى واجبات كبرى من أجل تحويل هذا إلى حقيقة لكن المبادئ الأساسية هي كيف يمكن استخدام هذه البيانات من أجل توسيع إمكانيات الخصوصية والسلامة والأمن في الإنترنت نحتاج أيضا إلى السهر على ديمومة البيئة وعلى زيادة الفرص الاقتصادية أعتقد أن هذه كل حقول سوف ننقب عنها في بقية الحديث شكرا أعلم أن هناك اختلافات في طموحاتنا ولكن الفهم مشترك فيما بيننا ونعلم أن هناك عرقيل قد تبزغ على الطريق من أجل تحقيق هذا الحلم من بين هذه العرقيل هي أوجه اللامساواة التي تواجهها أصحاب الشهن والدول المختلفة من بين أعمدة مخطط هدف الألفية المستدامة هي نجد الهدف العاشر ألا وهو حدف اللامساواة بين الدول هل تعتقد أن البيانات وانسيابيتها الحرة عبر الحدوث ستساهم في التنمية في الاقتصادية النامية مع العلم أن الدول النامية خاصة تلك التي لا تملك عددا كبيرا من السكان هي الحلقة الأضعف في هذا السياق كيف يمكننا أن نتطرق لذلك سوء توازن سيدة كورتني علينا أن ندرك وهذا ما سمعناه من الزملاء حولها يمينا ويسارا نحتاج إلى رأب الفجوات من حيث المساواة علينا أن نكون جادين في البحث عن الفرص المستقبلية وفرص النمو الاقتصادية في إحدى دراسات المنتدى الاقتصاد العالم 2020 نجد أن تقريبا نصف المبادرة التجارية العالمية هي بسبب الموصولية الرقمية ولكن يستخدمها ويستفيد منها فقط العاملون في الدول المتقدمة ولكن نحن نريد أن يتم انسيابية هذه البيانات في كل مكان حتى يستفاد من الفرص التي تمثلها في كل أنحاء العالم وليس فقط في الدول المتقدمة فقط أعتقد أن الابتكار سوف ينتفع كثيرا من الانسياب الحرة وإن أعطيت هذه الإمكانية فسوف يزداد مستوى المساواة هذا هو الأمر الذي نريد أن نفكر فيه أيضا إذا فكرنا في الإنصاف وفي الفرص الاجتماعية والاقتصادية يجب أن نفكر في ذلك من منظور عالمي وطبعا إن الحاجة أم الاختراع وإن الجائحة جعلتنا جميعا نفهم أهمية البيانات في فتح المجال للابتكار الاقتصادي وأيضا للابتكار من جوانب أخرى وفرص أخرى ففكروا ما معنى هذا بالنسبة لعدم موجود هذا الإنصاف الذي وقف كحاجز أمام الكثير من الناس على ظهر هذه البسيطة لذا علينا أن نفكر ما هو معنى البيانات بالنسبة لحياة الأفراد وما معنى البيانات كفرصة للنمو في المستقبل والفرص المستقبلية فإن هذا الأمر يجب أن نعمل على جعله حقيقيا هل يمكن أن تزيد على هذه الملاحظات من فضلك السيدة متوكو عندما أفكر في التعامل مع هذه القضية مسألة انعدام المساواة أنا أفكر في أولا الأمور التي تفاقم من هذه المشكلة إن البيانات تأخذ من نطاق قانوني إلى نطاق قانوني آخر كيف تتحرك البيانات عبر الحدود ومن الذي يقوم بمعالجة هذه البيانات يجب أن نفهم كيف نشأت هذه البيانات حتى نتمكن من التعامله مع أوجه انعدام التوازن هنا فمن المهم أن يتعامل مع هذا الموضوع أفراد يفهمون هذا المجال حق الفهم ويجب أن يفهموا الأمور المتعلقة بال الجوانب القانونية لذلك أيضا مسألة عقلية أو ذهنية الندرة فأنا عملت في مجال البحث في مجال الذكاء الاصطناعي وهناك مسألة هامة وهي أنه علينا أن نخلق النظم التي ستجعل من الممكن أن يقوم الناس باتخاذ قراراتهم استنادا إلى معلومات موثوقة فإذا كنا نستخدم فقط البيانات ذات الصلة فلا يكون هناك أي أهمية لملكية البيانات فمن المهم أن ننظر في البيانات المحددة التي يمكن أن نتخذها أو نستند إليها في اتخاذ القرار وهناك لغات مثلا ليست ممثلة بصورة جيدة في النظم التي نستخدمها وهذا أمر يجب أن نتعامل معه في المستقبل وإذا كنا مثلا لا نساهم أو لا نشارك في معالجة هذه البيانات فقد يفوتنا الكثير أيضا قد يكون هناك سوء تفسير للبيانات أو قد يكون هناك افتقار إلى السياق الذي تم فيه جمع هذه البيانات لذا يجب أن نفهم كل هذا عندما نعالج البيانات حتى نتعامل مع مسألة انعدام التوازن سؤالي موجه للسيد لي وبعد ذلك سأعطي الكلمة للسيد ليو بالنسبة لمتابعة التقدم المحرز على سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة هذا أمر يتطلب منا بيانات مقسمة ذات جودة عالية وهذا أيضا يتطلب منا أن نقوم بعمل خرائط للمبادرات الخاصة بتدفق البيانات عبر الحدود فهل يمكن لهذا أن يكون له أهمية في خلق بيئة للتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنا لدي إجابة واضحة وصريحة نعم الإجابة هي نعم لأن التقاسم للبيانات عبر الحدود من أجل التعاون الدولي هذا أمر ضروري للغاية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة أعتقد أن الجميع يتفق معي أن أهداف التنمية المستدامة ذات طبيعة عالمية إنها لا ترتبط ببلد بعينها أو مجموعة بعينها إن المسألة تتعلق بالجنس البشري بأكماله فالكثير من التحديات التي نواجهها عابرة للحدود كلها قضايا عالمية إذن فهذا أمر يتطلب منا التعاون الدولي عبر الحدود وتقاسم البيانات من أجل التعامل مع هذه التحديات وطبعا إن تقاسم البيانات أمر هام من أجل التعامل مع هذه التحديات ولكن يجب أن أقول الآتي نحن تحدثنا عن إنعدام المساواة بالنسبة للبيانات أو هذا الخط الذي يفصل ما بين من يملك ومن لا يملك البيانات فهذه مسألة يجب أن نتعامل معها يجب أن نأخذ هذا الأمر في الاعتبار عند إعداد السياسات كيف يمكن أن نقوم بسج هذه الهوة وذلك لكي نضمن أن تقاسم البيانات عبر الحدود يتم يجب أن نمحد الطريق لذلك لأن هذا يؤدي إلى التعاون الدولي وطبعا إن الأمم المتحدة بواجه عام وخاصة إدارتي أنا إدارة القضايا أو الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بواجه خاص تركز على هذا لقد ركزنا على هذا العمل على مدار السبعين عاما الماضية وهي هذا العمل هو تيسير التعاون ما بين الدول وبناء القدرات ونحن قمنا بإطلاق ما أسمينا عليه ما أسمينا المنصة الخاصة ببيانات الأمم المتحدة لأهدف التنمية المستدامة وهذه المنصة تجمع ما بين كل أهدف التنمية المستدامة وإن تقاسم المعلومات والبيانات عبر الحدود يعزز تقاسم المعرفة وتبادلها فمثلا من أجل التخفيف من الكوارث أو الحد من أثار الكوارث ومخاطرها هذا أمر يتطلب مننا أن نتقاسم البيانات خاصة في إطار نظم الإنظار المبكر هل تتفقين مع ذلك نعم أنا أتفق تماما مع مسألة الشركات وأود أن أصلت الضوء على الآتي عندما ننظر إلى البيئات التي نعمل فيها فإن هناك شركات شيقة تتعلق بالآتي في أفريقيا مثلا هناك مبادرات التي تقترح التقاسم الخاص بالبيانات ما بين الدول وهذا يمكننا من أن نجمع البيانات من خلال مراصد مثلا خاصة في الدول التي لا تتوافر لديها القدرات لجمع البيانات والسؤال هو ما هي القدرات التي نحتاج إليها من أجل أن نقدم الإشراف السياساتي وإدارة مثل هذه الشركات فإذن من الشيق أن نمكن الحكومات ومؤسسات الحكومية من أن تقوم بالعملية الإشرافية وأيضا تقاسم البيانات من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة ولكن أيضا القدرة على تدريب المنظمات التي تقوم جمع هذه البيانات ومن المهم خلق الثقة من قبل الناس في هذه المنظمات التي تقوم بجمع البيانات إذن من الضروري أن تتمتع هذه المنظمات بالشفافية والمحاسبة والمسائلة فمثلا يجب أن تكون هناك إمكانية شرح كيفية استخدام هذه البيانات للمواطنين حتى تكون هناك قدرة على الإشراف الجماعي إذا صح التعبير أيضا يجب أن نأخذ في الاعتبار الآتي هناك الكثير من القضايا المجتمعية التي تهدف الهدفة المستدامة إلى التعامل معها وهذه القضايا ذات طبيعة تقطعية وهذا يعني أن هذه القضايا يمكن أن يتم التعامل معها من خلال بيانات تجمع من قطاعات مختلفة فمثلا هناك مثلا في قطاع الزراعة يمكن أن تكون هناك أمور مختلفة مثل التغذية والطاقة والصحة كلها مترابطة إذن فإن الشراكة في هذه الناحية تمكننا من أن نجمع البيانات من مختلف هذه المكونات لدعم أهداف التنمية المستدامة شكرا على هذا وما هو رأيك إذن السيدة جريغوار أنا تمكنت من الحديث مع زملائي قبل أن نصعد هنا على خشبة المسرح وطبعا نحن نقشنا هذا الموضوع مسألة البيانات التي تؤثر على حياتنا جميعا وإن هذا الموضوع يصب في قلب ما يمكن أن تفعله البيانات فإن البيانات يمكن أن تسرع من التحول إلى اقتصاد نظيف من ناحية الطاقة وإن مايكروسوفت استثمرت في هذا المجال عبر سنوات كثيرة فإذا ما فكرنا في ما يمكننا أن نفعله في هذا النطاق فيمكن أن نستثمر أكثر في شبكة كهرباء نظيفة وبالنسبة لنا فإن كل من يساهم أو يفعل الكثير من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بتنمية المستدامة فنحن نريد أن ندعمهم ليتمكنوا من تحقيق ذلك وهذا يعني أن علينا أن ننظر في الاستثمار في الطاقة المستدامة والنظيفة والمتجددة أن نتابع هذا العمل وطبعا لدينا مسألة هام ما يجب أن نتعامل معها وهي مساعدة الناس على التأقلم مع تغير المناخ ونحن قمنا ب إطلاق مشروع اسمه Farm Vibes يساعد المزارعين على التعامل مع تغير المناخ وكيف يمكنهم أن يقوموا مثلا بزرع المحاصيل وريها وتخصيبها وتسميدها من خلال منظور تغير المناخ فإن هذا الأمر سيغير من هذا الحوار اللي يجعله أكثر واقعية بالنسبة لنا أخيرا بالنسبة للتعامل مع تغير المناخ حتى نتمكن من القيام بذلك نحن نحتاج إلى بيانات دقيقة وموثوقة حول البصمة الكربونية في سلسلة الإمداد وإن سلسلة الإمداد الآن عابرة للحدود فيجب أن نتمكن من قياس هذه البيانات بصورة دقيقة وأن نقوم باحتساب الأرقام بصورة دقيقة إن الدول يجب أن تتقاسم هذه البيانات بصورة يمكن استخدامها وهنا يأتي دور التدفق الحر والأمن للبيانات فإن كل المشاريع التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يمكن لبلد أن يقوم بها بمفرده بدون تقاسم البيانات فعلينا أن نتقاسم البيانات وأن نضمن أنها صحيحة ودقيقة ولم يتم العبث بها أيضا الموأمة العملياتية لهذه البيانات أنه يمكن أن تستخدم بصورة جيدة عبر الحدود هذا أمر هام وهنا يأتي دور التدفق الحر والأمن للبيانات عندما أستمع إلى ما تقاسمت معنا أفهم أننا نفهم الحاجة وأيضا كيف أن هذا الأمر عاجل أن الجائحة قد أثرت على جميع الجهات والدول وقد أيقظتنا جميعا وغيرت من منظورنا بالنسبة للبيانات الخاصة بالصحة مثلا عبر الحدود أثناء الجائحة كانت ضرورية للغاية وقد ساعدت على تخفيف الضرار عن المجتمعات بالنسبة بالنسبة لجدول أو لجدول الأعمال 2030 فإن المخاطر في الزياد وقد شهدنا هذا بأم عيوننا فما هي السيناريوهات الممكنة من أجل تقاسم البيانات الموثوقة شكرا أود أن ألفت عنايتكم إلى نظم الإشراف أو المراقبة التي تستخدمها الدول الأفريقية في مجال الصحة ونحن لدينا أدى مفتوحة المصدر وهي DHIS2 ويمكن العدد من الدول أن تقوم بالنظر إلى المؤشرات المختلفة الخاصة بالصحة المتاحة عبر هذه الأدى وإن المصوح أو الاستبيانات التي يتم نشرها فهي تعرض بصورة غير منصوبة إلى أفراد بعينهم وهذا يساعدنا على أن نتخذ القرارات ويمكن أيضا أن نتقاسم هذه البيانات بصورة آمنة وطبعا نحن لا نضع أي بيانات لها علاقة بالأفراد فالبيانات الشخصية لا يتم تقاسمها من خلال هذه الأدى فإذن هذا يمكن أن يستخدم من قبل الدول التي تريد أن ترى إذا كانت هناك أي تفشي أو أي تفاقم لمشكلات صحية وعندما ننتقل من هذه البيانات الكبيرة إلى بيانات مصاغرة واستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال فهناك بعض البيانات مثلا مثل أشعة X أو أي أشعات تستخدم في بعض الدول هذا يمكن أن يستعان به لدعم اكتشاف الأمراض مثلا أمراض جديدة والتعامل معها ومعالجاتها ولكن كيف يمكن أن نضمن أن هذه البيانات موثوقة كيف يمكن أن نثق فيها وما هو العائد الذي يعود على مقدم هذه البيانات من تقاسمها عالميا فعندما نفكر في هذا الموضوع علينا أن ننظر إلى مقدم هذه البيانات وما هو العائد الذي يعود عليهم من تقاسم هذه البيانات وكيف يمكن أن ندخل هذه البيانات في النظام إذن ساعة الوزير هل يمكن أن تعطينا فكرة عن تقاسم المعلومات هنا في اليابان أنا وثق أن لديكم ثروة من البيانات هنا بالنسبة لجائحة كوفيد-19 من أجل أن نقوم بتحليل ما هي هذه الجائحة ومن أجل أن نقوم بإعداد اللقاح كان علينا أن نقوم بتقاسم البيانات وأن نزيد من قوة الحاسوب أو الحواسيب لدينا من أجل أن نتقاسم هذه البيانات قد تمر علينا جائحة مستقبلية فعلينا أن نكون مستعدين لذلك وإن البيانات الصحية طبعا حساسة للغاية فعلينا أن نتوخ الحرص في استخدام البيانات الشخصية الصحية للأفراد هناك تكنولوجيات للتعلم من خلال الذكاء الاصطناعية حيث يقوم الذكاء الاصطناعية بتحليل التشخيص مثلا والأدوية التي تم وصفها للمريض بدون جمع البيانات الشخصية للأفراد البيانات الصحية فإذا من المهم لصناع السياسات ومتخذ القرارات أن يجلسوا مع الأكاديميين والقطاع الخاص والمهندسين ومسؤولي الذكاء الاصطناعي لكي يفهموا ما هي أحدث التكنولوجيات المتاحة وكيف يمكن للسياسيين إذن أن يفهموا ما هي التكنولوجيات المتاحة التي يمكن أن تستخدم أو يستعام بها في المشاريع المختلفة لذا نعتقد أنه من الضرورية أن يكون هناك حوار ما بين الأفراد من الحكومات ومن غير الحكومات لكي ينقش هذه الموضوعات وهذا هام للغاية بالنسبة للمشاريع الصحية شكراً شكراً جزيلاً مع العلي الوزير أعطي الكلمة الآن للسيد لي هل يمكن أن تعطينا رأيك عن هذه الإمكانات إذا لم تكن هناك مشاركة من جميع الأطراف المعنية فإننا لن نصل إلى ما نصب إليه فإن مشاركة الجميع هي ما سيمكن تمكننا من أن نصل إلى المستقبل الأفضل وأن تكون لدينا الأدوات التي يمكن أن نستعين بها في أعداد السياسات السيدة جريجوار إن جائحة كوفيد-19 حفزتنا جميعاً أن نبتكر فأفهمتنا جميعاً أهمية تقاسم البيانات ونحن أيضاً نفعل ذلك في إطار سياق يعزز من الحفاظ على الخصوصية طبعاً هذه البيانات حساسة للغاية وكل المستخدمين يمكن أن تتبادل لأذهانهم أفكار مثل كيف سيؤثر هذا علي بصورة سلبية ما الذي سيعود علي من تقاسم هذه البيانات فإذن هذه البيانات وتقاسمها فرصة من جانب القطاع الصحي أو لجانب القطاع الصحي ولكن أيضاً هناك الجانب المتعلق بقلق المستخدمين لذا علينا علينا أن نأخذ هذا في الاعتبار وإن هناك التطور الذي حدث في هذا المجال ولكن لكي يستمر هذا التطور يجب أن يشارك جميع الأطراف المعنية في هذا الموضوع حتى لا تكون هناك قيود مفروضة على هذه الفرص وهذا مجال سيحتاج إلى طبقات تشريعية مختلفة خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مدى حساسية البيانات إذن سألخص ما قلتموه حتى الآن ونحن نجد أن هناك إذن زخم موجود ونحتاج إلى أن نقوم بإيجاد آلية لكي نتعامل مع إمكانية جمع هذه البيانات وتدفقها وسد الفجوات ولكن ما هي إذن هذه الآلية هذا هو السؤال ما هي الآلية التي نحتاج إليها بحيث تعمل عبر الحدود وتجمع ما بين الحكومات والأطراف المعنية وأبدأ إذن بمعالي الوزيرة شكراً في الماضي إن النقاشات الخاصة بالبيانات أو حوكمة البيانات كانت حسب الاقتضاء وكانت متعلقة بالقطعات التي تحتاج إلى ذلك أما بالنسبة مثلاً للبيانات في ما يتعلق بسياسات التجارية أو البيئة أو قطاعات أخرى فكنا نتحدث عن سياسات البيانات الخاصة بهذا القطع بعيني عندما نتحدث عن البيانات يجب أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك يجب أن نفكر في حوكمة سياسات البيانات أيضاً نحتاج إلى إقامة الحوار باستمرار لذلك فإن رئيس الوزراء السيد آبي في عام 2019 اقترح ذكرة التدفق الحر والآمن للبيانات وحتى نقوم بتفعيل ذلك تحدثنا عن منتديات دولية لها أمانة قائمة نقشنا هذا الموضوع في إطار مجموعة السبعة هذا العام وكان هناك اجتماع للوزراء المعنيين بالأمور الرقمية واتفقنا على أن نقوم بإعداد إطار له أمانة قائمة ودائمة وهذا أمر دعمه قادة مجموعة السبعة وفقنا على أن نقوم بإعداد أو بإقامة هذا المنتدى تحت مظلة منظمة دولية إن الولايات المتحدة مثلا لديها جوانب مختلفة تتعلق بحماية البيانات فأي شيء يمكن أن يحدث في الغرب ولكن مثلا أوروبا لها الجي دي بي آر القواعد الخاصة بحماية خصوصية البيانات إذن فهناك اختلاف كبير ما بين التعامل مع خصوصية البيانات في أماكن مختلفة لذا نحتاج إلى وجود إطار دولي للتعامل مع هذا الموضوع نحن نطلق عليه التدبير الدولي للشراكة ونحن سنناقش مشروع محدد لتفعيل التدفق الحروة الآمن للبيانات وهذا سيكون في إطار منظمة دولية لها أمانة دائمة ونحن نحتاج إلى مجموعة حكومية في هذا الصدد وأيضا نحتاج إلى مجموعة غير حكومية تضم الخبراء من القطع الخاص ومن القطع الأكاديمية إلى آخره نحتاج إلى مشروعات محددة وأعتقد أنه ينبغي أن نتحدث عن مجموعة بيانات عن سياسات الحوكم الخاصة بالبيانات في الدول المختلفة ونضع هذا في قاعدة بيانات حتى نعرف ما هي المتطلبات في كل بلد مثلا إذا أردت أن تقوم بإطلاق مشروع في بلد يجب أن نعرف ما هي القواعد الخاصة بهذا البلد أيضا نحتاج إلى الاختبار الأمور التنظيمية فإن فإن كل تكنولوجية ناشئة يمكن أن يتم اختبارها في إطار هذا المختبر وإذا اكتازت الاختبار بنجاح هذه التكنولوجية إذن يمكن للدول الأعضاء أن تقوم بتطبيقها فنحن نحتاج إذن إلى أمانة دائمة وأيضا مجموعة حكومية ومجموعة غير حكومية للنقاش شكرا معلي الوزير أعطي الكلمة لبقية المتحدثين السيد لي ما هو رأيك في هذا الموضوع شكرا أريد أن أتابع ما قال هو معلي الوزير إن هناك فجوة كبيرة في ال هيكل الخاص بحوكمة البيانات إذن نحن نحتاج إلى إطار عالمي آلية عالمية لإدارة البيانات حتى تكون هناك ثقة في إدارة البيانات ولدي مسألة أريد أن أتقسمها من خلال نقاشاتي مع قادة من الجنوب وإنهم لديهم شاغل فإنهم سيكونون المورد الأكبر للبيانات وإن هذا يمكن أن يكون ليس في مصلحاتهم فهذا يعني أن علينا أن نقوم بتقوية المؤسسات الوطنية وأيضا تقوية المسألة خاصة في الجنوب وذلك لكي نقوم بسد هذه الهوة أو الفجوة ما بين الشمال والجنوب هذه الفجوة الرقمية نحن نحتاج إلى مساعدة الجنوب ولكن أيضا هذا الجنوب يحتاج إلى مساعدتنا من أجل إحراز الأطر التنظيمية وأن تكون هناك بنية تحتية رقمية قوية فإذن الجميع يجب أن يؤمن بهذه المسألة حتى يتمكن من المشاركة بثقة أنا أكرر ما قيل فإنه من الضروري أن نفهم أن هذه الفجوات تؤثر علينا وإن الفقر افتقار إلى التكنولوجيا وإلى الآليات يمكن أن يؤثر سلبا على عملنا فإذن علينا أن نفكر بصورة شاملة حتى نقوم بسد هذه الفجوة نحن يجب أن نفهم ما هي الأسس الأسس المتعلقة بالثقة بهذه التدفقات ونعتقد بأن بيت القصيد هنا هو الثقة يمكن للحكومات أن تتوصل إلى التوصل إلى تنظيم ذلك نحن يسعدنا أن نرى التقدم المحرز سواء على المستوى الثنائي أو الدولي من أجل حل هذه المسألة نرى بأن لدينا أيضا المبادئ المتعلقة بمنظمة التعاون الاقتصادي حيث أنه أيضا تم التشديد على الحقوق فهذا ما يمكن أن نحتاجه من أجل تدعيم أسلقات نحن سنستمر بالعمل في هذا المجال من خلال نهج تعدد الأطراف وذلك من خلال إطار الثقة شكرا نود أن نشكر الجميع على هذه المداخلات فهل يمكن أن تزيد سيدتي على ما تم الإشارة إليه بالنسبة إلى هذه الأطر أود أن أشدد على مسألة الإطار المتعدد الأطراف إضافة إلى وضع استراتيجية بيانات وذلك قبل أن ننتقل إلى مسألة تعزيز الثقة علينا تحديد الفئات المختلفة لهذه البيانات وتحديد مستوى المشاركة لسيما عندما نتحدث عن الحكومات وعندما نبني الشركات ما هو مستوى المشاركة التي نهدف إليه في كل إطار أو في كل إطار بلد ما وما هي الممارسات وهل أن هذه الممارسات تضيف إلى هذه الآليات بدل من أن تقص منها وهنا هناك أيضا قضية الولوج إلى البيانات والبلدان التي هي جزء من هذه الشراكة فيما يتعلق باستراتيجيات البيانات هل أن هذه استراتيجيات تنظر في قضية استراتيجيات بدلا من التوطين وهل يحافظ في الوقت نفسه على الحساسيات المحلية فإن البيانات أيضا تتضمن السكان الأصليين إضافة إلى البيانات التي تصل الجميع إذن كيف يمكن أن نطلق بيانات التشغيل كما سمعنا من معالي الوزير إضافة بدلا من أن يكون لدينا ما يسمى بالصناديق الرملية المنفصلة حتى نتمكن من التوصل إلى التقييم الذي يسمح لنا بتصحيح الأخطاء فور حصولها شكرا شكرا جزيلا سيدتي حدث سيدات والسادة الآن نود أن نستمع إلى إذن نحن قد سرنا أن نستمع إلى المشاركين منهم خبراء وأيضا من الحكومات ومن أصحاب المصلحة حول قضية مهمة جدا تعتبر من المسائل الأساسية لمنتدى حكمة الإنترنت لهذا العام كلها قضايا يومية حينية برأينا أنها مهمة جدا للاقتصاديات إضافة إلى رفاهية الشعوب بشكل عام نحن نرى بأنه لدينا هنا إجماع حول التوصل إلى بيئة تعزز الشراكة وتستند إلى تنوع الوقاء إضافة إلى الهدف في تحقيق التبادلات المثمرة وهنا نصل إلى اللحظات الأخيرة من هذه الجلسة وأود أن أطلب من كل من المشاركين في هذه الجلسة في أن يعطونا فكرة حول كيف يمكن التوصل إلى فهم مشترك حول هذا الموضوع الذي يهم الجميع ونبدأ بمعالي الوزير تفضل شكرا إن اقتصادياتنا مما لا شك فيه بأنها تمر بهذه المرحلة حيث أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى التغذية بالبيانات ولذلك فأن تضفق البيانات ستتزايد أهميته في المستقبل فأن كل من ينظر في قضية التضليل الألمي سواء أخذوا بعين الاعتبار دقة المعلومات أو لا فأن وضع السياسات والأسيامة في بعض الصناعات والأوساط الأكاديمية كلهم يتفقون على أهمية تضفق البيانات نحن نقشنا مسائل متعلقة بهذه البيانات أنا بصفتي سياسي أود أن أمد يدي إلى العامة فأنه على كافة وضع السياسات أن يتواصل مع الجمهور حتى يتمكن من توضيح هذه المعلومات عندما نتحدث عن الجمهور كيف يمكن أن نفهم الناس أهمية البيانات إضافة إلى أهمية دقة وأيضا موثوقية وأمن هذه البيانات إنها مسألة في غاية الصعوبة نحن علينا أن خاطب الجمهور العام إذن العام حتى نتمكن من توضيح التهديدات المتأتية من التضليل الإعلامي سواء كان مقصودا أو لا حتى أيضا نتمكن من تعزيز السلطاني القانون والديمقراطية والتي تتهدد نتيجة للتضليل الإعلامي المقصود وغير المقصود وأيضا المعلومات والبيانات الخاطئة مما لا شك فيه بأن هناك أيضا تهديدا لهذه البيانات سواء من حكومات أو لا إذن فإن قضية التضليل الإعلامي ليست قضية اقتصادية صرف بل أنها تتعلق بقيامنا المشتركة كيف يمكن أن نفهم العامة والجمهور العام أهمية هذه المسألة كيف يمكن أن نجعلهم جزءا من النقاش بهذا المجال ما هي التكنولوجيات التي ستكون متاحة من أجل مناهضة تضليل الإعلامي إذن فإنها قضايا لا تتعلق بوضع السياسات فالحسب بل أنها مسائل أيضا تطال المساحة التكنولوجية وهي ليست مهمة فقط للاقتصاد وإنما أيضا للمجتمع ككل هذا ما أردت أن أشدد عليه اليوم شكرا شكرا مع المجتمع الرقمي نحن بحاجة إلى تدعيم التدفق الحر والآمن للبيانات فهذا أمر مهم جدا نظرا لما سمعناه هناك ثلاث نقاط أود أنا تشطرها معكم قبل كل شيء من المهم أن سد الفجوة الرقمية التي تفصل بين دولة وأخرى فإنه يجب أن نحرص على لا يؤدي تدفق الحر والآمن البيانات إلى توسيع هذه الفجوة فنحن بحاجة إلى ذلك من أجل الاقتصاد الرقمي علينا تعزيز وتدعيم ثقة العامة وذلك عن طريق مشاركة كافة أصحاب المصلحة وكافة الدول النامية على كافة مستويات اتخاذ القرارات هذا أولا ثانيا أن الضروري أن نحافظ ونحمي خصوصية هذه البيانات من الضروري حماية البيانات المتعلقة بالأفراد لا سيما عندما يكون هناك تهديدة نقلها إلى بلدان أخرى هذا ثانيا ثالثا سيادة البيانات أمر مهم جدا هذا مجال علينا أن نفكر به بشكل بانتباه كبير أن أمينة العام الأمم المتحدة سيد جوتيرش قد قام قام بعرض اتفاق فكرة اتفاق بهذا المجال المعروف بالكومباكت فإنه لذلك علينا هذا الاتفاق الرقمي العالمي هدفه أن يتم تدمه من خلال المؤتمر الذي سيعقد في سبتمبر عيلول 2024 نحن بحاجة إلى مشاركة كافة أصحاب المصلحة حتى يتمكنوا من التشاور فيما بينهم وذلك في ظل أو تحت مضلة الأمم المتحدة إذا كان هذا الاتفاق الرقمي العالمي الجي دي سي يمكن إنفازه من قبل القادة بعد اللقاء سبتمبر في 2024 فعندها سيكون لدينا أساسا متينا لكي ننتقل إلى الآليات الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات وغيرها من المسائل الرقمية وغيرها وشكرا شكرا والآن أود أن أعطي الكلمة لسيدة كورتني جريغوار أنا سمعت بانتباه أو سمعت باستباه كبير إلى كافة ما قيلة نحن عندما ننظر إلى الجمهور نفهم أهمية نقل البيانات عبر الحدود من أجل تعزيز الابتكار والتوصل إلى استمرارية البيئية إضافة إلى درء الجائحة المقبلة علينا أن نعقد مناقشات لكي نعرف ما هو مهم من أجل أن نتوصل إلى هذا تدفق الحر والآمن للبيانات مع التشديد على كلمة ثقة لدينا هذه المقولة بأن مايكروسوفت runs on trust أو مايكروسوفت تعتمد على ثقة من أجل عملها الفعال هذا أمر مهم جدا علينا أن نتوصل إلى جهد متعدد المستويات حتى نتوصل إلى ابتكار يؤدي إلى تغيير إضافة إلى معالجة مسائل عديدة مهمة لا نريد للبيانات أن تكون فقط مجالا لابتكار وإنما أن تطيح فرصة اقتصادية يستفيد منها الجميع في المستقبل في نهاية الأمر هناك مسألة تفق عليها الجميع نحن بحاجة إلى مشاركة المستخدمين المستقبليين لهذه البيانات الأطفال وأيضا الشبان حتى يكون لأن ذلك سيكون لديه وقع كبير على مستقبلهم وعلى مستقبل أجيال الساعدة نحن يجب أن يكون لدينا أفكار جديدة حول إمكانية التحلي بالابتكار وتحويل كل هذه الإمكانيات إلى مستقبل أفضل للجميع شكرا والآن نعطي الكلمة لسيدة كورت لسيدة ليونيدا موتوكو حتى تختتم هذه الجلسة نحن علينا نحن نود أن نطالب إذن بالتضفق الحري والآمن للبيانات ويجب اكتساب الثقة ولا يمكن اكتساب هذه الثقة إلا إذا قام المسؤولين إذا قام المسؤولون بالتحاور فيما بينهم حتى إضافة طابع المشروعية على هذا التضفق وأيضا يجب أن نتمكن من الأخذ بالأعتبار كل ما نحن سنتلقاه من أفكار يجب أن تكون إذن موثوقة يمكن التعويل عليها وأخيرا يجب على المؤسسات أن تتحلى بالإمكانيات أي أن يكون لديها المهارات التي تتيح لها بأن تقوم بالإشراف على وضع هذه القواعد موضع التنفيذ أعتقد بأنه من الأفضل بناء الثقة إذا كان لدينا ما يؤدي في هذه العملية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة حضرت السيدات والسادة في نهاية هذه الجلسة أود أن أقول بأننا قد أصغينا إلى أفكار دامعة فيما يتعلق بهذه الجلسة أعتقد بأنه من الواضح في هذا المجال بأن الحوار المتعلق بحكمة البيانات قد يكون السهل التحدث عنه ولكنه مسألة معقدة ومتعددة المستويات ولسيما عندما يتعلق الأمر بالتدفق الحر والآمن للبيانات نحن قد تقصينا عدة أفكار ومقاربات فيما يتعلق بهذه المسألة وتشطرنا الأفكار حول أهمية التواصل إلى توازن بين الأمن والخصوصية والثقة من ناحية وأيضا رفع التحديات المتعلقة بهذه بتدفق البيانات وذلك على أساس مبادئ متفقة عليها ونحن سمعنا عن قواعد الشفافية إضافة إلى غيرها من المبادئ من أجل تعزيز هذه الثقة نحن نتطلع إلى مستقبل وهذا ما سمعناه من الجميع من المتحدثين هو في التوصل إلى مقاربة تحرص على أن تدفق الحروة الآمن للبيانات يأخذوا بعين الاعتبار الواقع المتفاوت والمختلف في العالم وبشكل يعتمدوا على التعاون فيما بين الجميع وقد سمعنا من المتحدثين بأنه يجب الاستمرار بالحوار وتبادل الممارسات الفضلة أخذينا بعين الاعتبار القيمة الأساسية التي تستند إليها رفاهية البشرية شكراً لجميع المتحدثين على وقتكم القيم ونود أيضاً أن أشكركم على مساهمتكم القيمة والتي سمعناها في هذا المنتدى في كيوتو ونأمل بأن كل ذلك سيؤدي إلى مستقبل رقمي قائم على الثقة والتفاهم المشترك والموصوقية بهذا نود أن أشكركم على انتباهكم وبهذا نأتي إلى ختام هذه الجلسة وأود أن أطلب من المتحدثين أن ينتقلوا إلى يسار هذا المسرح حتى نلتقط لهم صورة مشتركة وشكراً شكراً